الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن ولاه الإخوة الأكارم في أحاديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لنا بعض الأمور التي لابد أن نكون وقفين عندها فسمعناه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث النبوي الشريف إن الله عز وجل حدد حدودا فلا تعتدوه وفرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء ليس نسيانا من الله ولكن رحمة منه لكم فلا تسألوا عنها ولا تبحثوا فيها هذا الحديث النبوي الشريف يضع فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النقاط فوق الحروف لنفهم ولنعرف أن لله عز وجل أوامر لابد من إتيانها وله أيضا نواهي لابد من اجتنابها إن الله حدد حدودا فلا تعتدوه لأن الذي يعتدي يكفي أنه اسمه معتدي وربنا لا يرضى بهذا الاعتداء ولا هذا العدوان هذه الحدود جعلت حتى وإن طبقت في الدنيا على المخالفين تكون أيضا من باب الرحمة بهم وهذا يوجد في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعندنا من شرب الخمر عليه حد يطبق من مارس اللواء عليه حد يطبق الزاني المحصن وغير المحصن يوجد حد لهذا ولهذا الذي يقذف الآخرين ويتهمهم بما ليس له به عليه دليل أو معه به شهداء أيضا هزى حد ناهيك عن السرق مثلا فيها حد وهكذا ربنا تبارك وتعالى وقتل النفس فيه حد هذه الحدود في شريعتنا الغراء جعلها ربنا تبارك وتعالى زواجر ونواهي زواجر حتى لا يستمر البعض طريق المعاصي ويزداد معدله في الإتيام بالفواحش أو إزهاق الأرواح أو إلحاق الضرر والأزاء بالآخرين كذلك نواهي لأنني عندما أجد رجلا قد سرق وأقيم عليه الحد وقطعت يده فهذا يسجرني ذاتيا وينهاني على أن أتشبه به أو أفعل فعلته دائما الدين يبحث عن توفير الأمن للناس توفير السلم للناس لذلك ما وجدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره الشريف اعتدى على أحد بدون حق ما اعتدى على أحد بدون حق حتى في كثير من الأمور كانت هناك أمور تستدعي مثلا التعنيف أو التوبيخ أو التقريع أو الضرب الغير مبرح لكن النبي كان يسمو على ذلك في سيرته العاطرة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه أنه أرسل خادما ليحضر له طلبا فذهب الخادم وكان صغير سن وفي رواية أنها جارية من الجواري فوجدت لداتها ومن هم في سنها يلعبون الحجل مثلا كما كان متوافرا أو هذا الغلام إن كان في الرواية شابا أو يافعا فوجد أصدقاءه يلعبون فانشغل معهم باللعب وانشغلت أيضا هي باللعب كان النبي مشتعجلا يريد الخروج فتأخر وهو ينتظر فملأه الغيس ففي بعض الروايات قال أمام أصحابه لإن جاءني لأوجعته ضربا وفي بعض الروايات أنه كان عند عائشة فانتظر الجارية حتى تعود عاد الغلام أو عادة الجارية فسأله النبي لماذا تأخرت عني؟ لماذا تأخرت عني؟ قالت وجدت بعض مثيلات يلعبنا فلعبت معهن وتأخرت لماذا تأخرت أنت؟ قال وجدت أصحابي يلعبون فشاركتهم اللعب فكل الذي فعله النبي أدخل يده في جيبه صلى الله عليه وسلم وأخرج سواكا سواكا عود من أراك وقال لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا ضربا وأشار الجارية وقال لولا مخافة القوت غدا يعني بين يدي الله في ساحة العرض على الله في يوم القيامة لأوجعتك بهذا ضربا في بعض الروايات والصحابة يعني أهالهم ما رأوا وقال لرسول الله أنك توعدت هذا الغلامة بأنك ستوجعه ضربا بالعصى فأشار صلى الله عليه وسلم إلى السواكا وقال أليست هذه عصى؟ أليست هذه عصى؟ هذا من باب محنته من باب شفاقته على الأمة ينهى عن التعنيف وينهى عن التعذيب رغم أن المخضئة يعاقب ولكن في الحدود لكن الإنسان إن ملك وكظم غيظة هذه رتبة عالية لا يقو عليها إلا المصلحون إلا الكبار في أخلاقهم إلا أصحاب المراث الديني الحقيقي الكنوز الإسلامية في السلوكيات سبحان الله كان أحد خدام الإمام عليه رضوان الله عليه كان كثيرا ما يخالف الإمام في بعض الروايات حتى سأله ابنه الحسن يا أبتي من الذي يجعلك تصبر على هذا المخالف؟ قال يا أولدي أتعلم عليه الصبر وفي رواية أنه عبد الله بن عمر سأل أباه عمر بن الخطى بالفرق قال يا أولدي أتعلم عليه الصبر هؤلاء ناس كانوا يتمتعون بلياقة روحية عالية كانوا وقفين أمام حدود الله كانوا بكئين من خشية الله لا يستغلون المنصب ولا يستغلون الثروة ولا يستغلون السلطة ولا يقبحون الناس أو يشتمون الناس أو يستغلون مناصبهم ووظائفهم في إلحاق الأزى خاصة على الضعفاء والمستضعفين لا كانوا يخشون الله عز وجل لأن خشية الله واجبة إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم أدرى الناس بالله أعلموا الناس بالله حتى إن حضرة النبي شخصيا صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أقربكم إلى الله وأنا أعرفكم بالله وأنا أدراكم بالله لكني أشدكم خشية الله وهو القدوة وهو الأسوة نعم تقول له عائشة يا رسول الله كأنك تخشى كأنك تخاف قال وكيف لا أخاف يا عائشة والقلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء إذن نحن في احتياج أن نرزق وأن نتأدب بأدب الخشية فكثير مننا لا يدري ما هي الخشية حتى إننا جرى عندنا خلط ما بين الخشية ومسألة الحياء فنجد بعض المثقفين أو بعض المتحدثين أو بعض العلمانيين أو بعض من عندهم شيء من العلم كائنا ما كان هذا العلم في أي جانب من جوانب التخصصات تجده يقول لا حياء في الدين من قال هذا لا حياء في العلم إنما الحياء كله في الدين الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء صفة طيبة حتى لما وصفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها كبنت البنوت التي تستحي حتى من مجرد الكلمات بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك لنا شيئا إلا وكان فيه القدوة إلا وقدم من خلاله النموذج الأمثل للأنسانية فهو الإنسان الكامل المكمل المكتمل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته